هو طبعا هنا الطبيب بيكون بيشاف اكثر من بيعيدة ممكن خمس بيعيدات او ست بيعيدات على اساس ان فرص الانجاب بهذه الطريقة اللي هو الاخصاب الطب المساعد او اطفال الانابيب او الحاكم المجاري بتبقى الفرص قليلة ونادرة يعني ممكن يزرع في جسم المرأة البيعيدة المخصبة من الحيوان المناو في الخارج يجي يبدأ يزرعها بتنجح العملية ولكن مجرد ما تدخل جسم غريب في الرحم الرحم بيحدث له عملية انكباض زي اي شيء يدخل جسم الانسان شيء غريب فاثناء عملية الانكباض ممكن يطرد البيعيدة المخصبة فهنا الطبيب بيبقى مضطر انه يبقى عنده اكثر من بيعيدة مخصبة لان سحب البيعيدات المخصبة بيرهك المرأة كسير جدا لانها بتاخد ادوية وهرمونات عشان المبيض يقدر يفرز اكثر من بيعيدة في الشهر ده اللي هو هيبدأ يسحب منه فالطبيب مضطر لاخذ اكثر من بيعيدة عشان ما يعيدش العملية تاني بالاضافة الى انها تكلفتها عالية جدا زي ما احنا عارفين فهنا ده يعني ده حالة ضرورة لكن اذا نجح المشكلة اللي بتصار اذا نجحت عملية التخصيب من بيعيدة او من بيعيدتين وفي الغالب بيبقوا توائم لان الطبيب بيضطر يزرع اكثر من واحدة احتياطا فهنا السؤال اللي بيصار اذا نجحت العملية البويضات المخصبة الزايدة في الخارج ما صيرها ايه؟ هل نعدمها؟ هل هي نقدر نوصفها بانها دي بداية حياة الانسان وما يصحش الاعتداء عليه زيها زي البويضة الخصبت في داخل الجسم من البداية ولا دي لها حكم مختلف عن التانية وهكذا دي المشكلة اللي هتصار حين اذن لكن صاحب البويضات الكثيرة للحاجة او للضرورة ده لما نع منه شرع في الحقيقة هي القروض شيء عملي في التجارة او في التصنيع وفي الانتاج لكن بيعول على القروض بس في البنوك بيعتبر ان هيئة مضمونة ويبتاخد ضماناتها وهو كمان بياخد ضمانه وفي نفس الوقت البنك ده بيشغل الفلوس وبيستثمرها وبيحقق ارباح وهكذا وفي نفس الوقت لما هو بيدي قروض هو بيبقى عارف ان دي من ارباح حاجات تانية وبيديها للناس وممكن كمان يديها بفوائد اقل اللي نقصده ان البنوك جهة مضمونة وجهة موثوقة ومصادر فلوسها معروفة مصادر نظيفة وكمان بتتحقق من جدوى المشروع يعني برضو البنك مش بيرمي القرش وخلاص وبيتورد بقى الشخص اللي اخد القرد البنك بيدي بعد دراسة فبيبقى فيه عوامل نجاح للطرفين لكن اي شخص بيدي انسان قرد ممكن الشخص التاني دوت يكون قاسي في الفايدة اللي طالبها واو الاخر بيكون يعني ممكن يبقى معذور في حاجة ما هواش واخده لغرض تجاري او غرض تصنيعي فيبقى كده دبحناه وحملناه اكتر من طاطف